وينضم لنا الآن من بريس هلال العبيدي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية أستاذ هلال أهلا بك معنا نشك أنك تبعت تصريحات أولاف شولتس وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانيو الماكرون إيمانيو الماكرون يقول لا حوار مع روسيا اليوم لا مجال الحوار مع روسيا ثم يقول في تصريحات أخرى يجب أن يتم مد أوكرانيا بأسلحة متطورة لتقوم بهجوم مضاد على روسيا حتى يتسنى لها البدء في مفاوضات أو الدخول في مفاوضات ذات مصداقية كيف تقرأ تصريحات ماكرون؟ نعم تحية لحضرتكم ولمشاهدين الكرام بالتأكيد وجهة نظر الرئيس إيمانيو الماكرون تتطابق أو متوافقة أيضا مع وجهة نظر بقية القادة في أوروبا وسمعنا إلى خطاب أولاف شولتس أيضا لذلك وجهة النظر هذه تتحدد بتقوية أوكرانيا أمام روسيا وعدم السماح للروس في الانتصار بأوكرانيا للذهاب إلى سلام بطعم الاستسلام هم لا يريدون لهذا السلام أن يكون سلام من طرف واحد قوي على حساب الطرف الضعيف التي هي أوكرانيا وهذا ما أكد عليه أيضا الرئيس إيمانيو الماكرون بأن السلام يجب أن يكون سلام أقوياء سلام قوة يجب أن تستعاد الأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا لأن الظاهر أن روسيا وخصوصا الرئيس بوتين لا يفهم غير اللغة القوة هم يريدون سلاما مع دولة ضعيفة مهزومة وهي أوكرانيا والأوروبيون يمانعون هذا التوجه وهذا النظر إلى هذا السلام والاستسلام ويريدون سلاما دائما شاملا من ضمنها إعطاء الضمانات التي تطالب بها موسكو من أوكرانيا من دول الاتحاد الأوروبي من دول حلف الناتو بمستقبلا وهذا يتطلب إعادة هيكلة الخط الفاصل بين أوروبا وروسيا هل تعتقد أن اليوم باتت أوروبا على قلب رجل واحد فيما يخص دعم أوكرانيا عسكريا لأن تصريحات ماكرو قد تكون مشابهة لتصريحات أولاف شولتس إلا أن أولاف شولتس قال بصريحة العبارة أننا نمد أوكرانيا بأسلحة متطورة ولكن لا نريد حربا مباشرة مع روسيا فبالتالي هل فرنسا متفقة مع ألمانيا أم هي تغرد لوحدها؟ لا لا هناك اتفاق هناك اتفاق بعدم تطوير هذه المساعدات إلى مواجهة شاملة مع روسيا يعني الحفاظ على هذا الخط الفاصل بين تقديم الدعم اللامحدود والأسلحة المتطورة ومن الممكن أن نصل حتى إلى مرحلة الطائرات لكن بالحفاظ على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا هذا التوازن هو الذي يحكم هذه العلاقة وهو الذي يحكم أيضا يعني امداد أوكرانيا بالسلاح ولكن هناك اتفاق مبدئي علينا أن لا نتخطاه وهو أن ندعم أوكرانيا بشكل غير محدود ومستمر حتى الوصول إلى مرحلة المفاوضات لا مفاوضات قبل إيقاف الدعم عن أوكرانيا يعني الدعم سوف لن يتوقف حتى لو دخلت أوكرانيا في مفاوضات والمفاوضات يجب أن تكون بتوافق أوكرانيا أيضا لأن هناك أصوات تقول أن أوكرانيا ليست لها حيلة ليست لها قوة وأن أوكرانيا أمورها الآن بيد الاتحاد الأوروبي أو بيد الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا خطأ يقع فيه الكثير وهي اليوم أوكرانيا التي تقرر شروط المفاوضات ومنها استعادة هذه الأراضي لذلك هذا الدعم الغير محدود من الممكن إذا فهمه الروس بشكل جيد من الممكن أن نصل إلى نقطة مفاوضات بين أوكرانيا مدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية ودول المجموعة السبع وأيضا مع روسيا التي ستفهم أن هذا الدعم سوف لن يتوقف علاقة بهذه الحرب كانت فرنسا قد قالت أنها تعتزم زيادة الإنفاق العسكري إلى 400 مليار يورو في بداية هذه السنة تم تطرق إلى هذا الملف أيضا في هذه القمة في مؤتمر ميونيخ لا أي مدى برأيك أستاذ هلال يجب على أوروبا تعزز من قدراتها العسكرية وكم يجب عن الحكومة أن تنفق على ذلك طبعا هذا الكلام الذي سمعناه اليوم في مؤتمر ميونيخ هو يتطابق مع ما ذكره الرئيس ماكرون حتى في نهاية ولايته الثانية من ضرورة وجود جيش أوروبي قوي يدافع عن وحدة أوروبا وعن أراضي أوروبا وضرورة وجود ميزانية دفاع قوية وهذا ما حصل بالتوافق مع الحرب الروسية على أوكرانيا بمعنى أن هذه الفكرة كانت موجودة ولكنها لم تطبق أو لم تقنع الأطراف الأوروبية بالعمل بها على أرض الواقع ولا حتى الأمريكية أعتقد التهديدات الروسية ودخول روسيا لا التهديدات الروسية بعد حرب أوكرانيا الأوروبيين اتفقوا أيضا على زيادة ميزانية الدفاع إطلاق بعض المحددات يعني لا ننسى أن ألمانيا لحد الحرب على أوكرانيا كانت غير مسموح لها بالوصول إلى بعض مراحل التصنيع الكبرى يعني من ناحية قوة العتاد من ناحية التكنولوجيا القوة الصاروخية اليوم ألمانيا تخطت هذه المحددات وهذه المساطر التي كانت مضوع عليها وزادت من منزانية الدفاع كذلك فرنسا لذلك هناك ثنائي ألمانيا فرنسا مع وجود قوة كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا أيضا وطولونيا في الاتحاد الأوروبي ودخول السويد وفنلندا وهي صناعات عذكرية متطورة تعطي أهمية لحلف الناتو وقوة أكبر خصوصا في استغلال الموارد وتضخيم يعني ميزانية الدفاع لدى هذه الدول لمواجهة التحديات التي فرضتها الحرب في أوكرانيا وأيضا محاولة الخروج من عباءة التكنولوجيا والحماية الأمريكية الموضوعة على أوروبا وهذا لم يكن يرق الولايات المتحدة هذا ما قصدته قبل قليل نعم لم يكن يرق الولايات المتحدة أن يكون هناك جيش أوروبي بعيد عن الناتو أعتذر منك أستاذ هلال انتهى وقت هذه المقابلة تماما من فريس كنت معنا أستاذ هلال العبيدي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا